في إطار الحملة الوطنية من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية ينظم المركز الاستشفاء الإقليم بوردة زيادة سينبر ناصر بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والصحة حملة تحسيسية للمردعات والمتفقين حول أهمية الرضاعة الطبيعية على صحة الأم وصحة الطفل وبهذا المنطقة نشكر القابلات المستشفى سيد حسين بن ناصر لقيمة واحد مجهور كبير من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية التحسيسية من أجل الرضاعة الطبيعية وأستغل هذا المنبر الإعلامي لكي أدعو جميع الأمهات للحضور بكتافة إلى مستشفى سيد حسين بقسم الأم والطفل من أجل الاستفادة من هذه الحملة التحسيسية مناسبة الحملة الوطنية التي تشجع الرضاعة الطبيعية كتنضم منظبية الصحة مشاركة مع الجمعية المغربية القابلات والمستشفى الإقليمي الورزازات حملات تحسيسية ابتداء من 14 ماي حتى 14 جوع حملات تحسيسية لفائدة الأمهات هذه الحملات التحسيسية سنحاول نهضر الأمهات على أهمية الرضاعة الطبيعية وخصوصا الرضاعة الحصرية من سفر لسيطة أشهر كذلك سنحضروا إلى الأغذية المتوازنة التي ستقدر الأم تأخذها لكي تكون الرضاعة سليمة سنحضروا الوضعية السليمة لرضاعة طبيعية آمنة وسنحضروا لهم إلى زفونتاج حليب للأم والأهمية في الحماية من أمراض كسرة تنتيز بالنسبة للأم وكذلك من أمراض الأطفال ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس تشترك في القناة وتفعل الجرس تشترك في القناة وتفعل الجرس